كابتر رؤوف ألف مبروك وأهلا بيك مش مخير كابتر ضعين أهلا بيك يا كابتر غيرنا لك معادي البرنامج أهو علشان تلحق قبل ما تنام كل ما نكلمك نلاقيك نمت ألف مبروك يا كابتر كابتر رؤوف يعني أحكينا على إنجاز الكرة طيرة وبعدين كلمني على إنجاز كرة السلة لأن الناس مش متنبعة للي حصل في كرة السلة كامل لأن حتسمع منه كلام لما سمعته تقوله قوله للناس طيب نبتدي الأول بكرة السلة يا رأيكم فضل كرة السلة بعد العودة لاستقناف النصاط بعد جائحة كورونا الانتحاد قرر استكمال مطولات المرتبط للسيدات والرجال الرجال تحت 20 سنة وتحت 18 سنة والسيدات تحت 18 سنة استطاع النادي الأهلي حسب الثلاث بطولات في المركز الأول يعني أول 20 سنة أول 18 سنة و18 سنة بنات يعني جميع البطولات التي سنفت بعد جائحة كورونا مش كده وبس بيبقى فيه درع مخصص للنصاط في جميع الدراجات والمراحل السنية سواء فيه درع العام لفرع الرجال وفيه درع عام لفرع السيدات أهل الآخر هي أيضا في مصر بالدرعين هذا دليل عايزة أتوقف هنا عند فوز النادي الآلي بالدرعين وحصول النادي على المركز الثاني في البطولات اللي خضى على مستوى الرجال هذا معناه إيه؟ أن السلة هي الأولى سلة الآلي هي الأولى هذا الموسم درع رجال وسيدات بالضبط بالإضافة طلب حضراتك تطرقت لفريق الرجال عن احتفظ بالفريق الأمام السادة المشاهدين بالفوز أنا أعتبر الأول الفوز ده يرجع أولاً وأخيراً طبعاً بعد موجود اللاعبات والجهاز الفني ودعم قدارة النادي لروح الفنلة الحامرة لتملت تظهر بتاعت الشدائج يعني كان متأخر مباراة تطعف فريق سبورتينج ده كان بيست شري البلاي أوف استطاع فريق سبورتينج الفوز بالمباراة الأولى والكتير يعني تكهانه أن خلاص سبورتينج كان قابق أو ساين أو أدنى من الفوز اللي بطلت الدوري السنادي الدوري السوبر علشان يتعادل فريق النادي الآلي ويفوز بالمباراة التانية عشان ملتاجئ للمباراة الحاسمة اللي فضلت ما تجيتها معلقة لغاية أخر ثانية عشان يحسمها فريق سيدات النادي الآلي واللي بتظهر فيها مشكلام روح الفنلة الحامرة دي تطوارس جيل عن جيل ومن لعبة الأخرى من هنا أنا بشكر الجهاز الفني يفوزه النهاردة ببطولة الدوري المرتبط واللي دي بتطمن على مستقبل كورت السلة للسيدات في النادي الآلي في السنين القادمة وبعديها المرتبط ده يعني فريق الأول بالإضافة لفريق 18 سنة ويفوز بدوري السوبر وفي نفس الوقت فاز بوبرونزي البطولة الأفريقية الأول مرة في تاريخ النادي الآلي كان بيننا وبين الفاينال ثواني يعني كورة كانت ثولت حسبة على اللعبة الثالة بالآخر الثانية اللي غيرت نتيجة المباراة يعني كنا بنلعب على الفاينال كنا برضو رايبين جدا من فوز من البطولة فلما بنتكلم بقى على الآخر الثانية هنتقل من السيدات للرجال النادي الآلي لا يرضي طموحه غير الفوز بالبطولات والمركز الأول دائما وده التارجت بتاعنا يعني ما يمسعش أي حد في الدنيا بيبالي خطة رياضية بيبالي تارجت النادي الآلي لا يختلف عليه اثنين إما تارجته واحد تارجت واحد من زناشة النادي الآلي اليومين هذا هو الفوز ببطولة أي لعبة بيلعبها والآر يضى مكسب اخصال أو كل حاجة لكن احنا لا يرضي طموحنا إلا المركز الأول كما تعودنا دائما ونورس هذا من جيل إلى جيل نشوف فريق الرجال فريق الفاتت لما تيجي تقارن تمالي تقارن تفاحة تفاحة تقارن السنة الفاتت كان ينافس على البطولات فرق الأقلي والاتحاد السكني والزمالك والجزية وسبورتينج وسموح ست فرق كانت بتتنافس وما فيش حد يدر يأرف ولا يتكاهن بنتيجة أي مباراة بين الستة دول فلما نيجي بالدليل هتبص اللي فات بالكاس نادي واللي فات بالمرتبط كان نادي واللي فات ببطول السوبر كان نادي تالي النهاردة حصرت المنافسة في كورتس تلا ما بين نادي الاتحاد السكني جالي سواء في نهاية كاسمو أو السوبر اللي فات بيها نادي الاتحاد وأيضا كان النادي الالي هو اللي بينافس لغاية أخر لحظة على البطولتين صحيح نبص يعني الرياضة تعني التوفيق وعدم التوفيق يجي نبص في آخر ثواني من المباراة مع مباراة الجزيرة في دول المرطال كان النادي الالي متقدم سبع نقاط وكان فاضل حوالي 14 سنة تحولت يعني مش عايزين نهدر نادي الجزيرة نادي كبير ولعبته كبيرة مع جاز الفني وبالحقيق استطاع التعادل في آخر ثانية مع شرطة من اللاعب عمر الجندي عشان نلتقي لأوقات نضافي ونلعب وقت إضافي الثاني بعد كده نخسر الدور المرتبط زي ما بقول لحضرتك بعد المقناة متقدمين سبع وقت هنيجي بص للنهائي البطولة بطولة الكاس أيضا كان أمام الاتحاد سكندري ويعني توفيق وعدم توفيق لو كان اللاعب آليكس أخذ الكورة ودخل بيها حاول يوصل بغاية البطل بيها كان مفيش حل إلا يعني أنا حيبش طبعا نتكلم في الفنيات بس أنا أتكلم الكلام اللي أنا سمعته من إجهاز الفني مختص بتاع اللاعب لو حاول حيبقوا دمت حاد سكندري حاجة من اثنين يما يخافوا أنهم يلعبوا فاول عليه فيخش الغد وحيوصل مرتاح للباسكت يما حيضطروا في الحالتين لو جابهم أنت كسبت الكاس ولكن تفضل إلى أجنبي تم اختهاره أنه هو يلعب رمية سلسية من الجنب فضل بتنط على الحديدة يعني لو دخل كان أيضا استطاعنا حسم بطولة الكاس بطولة الدوري الجميع شاهد جميع المباريات برضه في الثواني الأخيرة صحيح خاصة منتكلم في المباراة التالتة تالتة يعني ولكن ده مش مبرر لأن النادي الأهلي زي ما بقول لا يطمع إلا في المركز الأول وكان فوز السلة بالدرع سواء رجال أو سيدات ده في حد ذاته في الحصاد العام إنجاز جاي ده كابت أكيد الطائرة بقى خلينا سريعا بالنسبة للرجالة فريق معجزة بقى الرجالة الناس تخوفت على إن الفريق كبر وقال لك فريق العواجيز ثم البنات والنبت المستمر للجرس اللي أنت عملته الرجالة سريعا تقديلك لإنجازهم إيه يعني النهاردة السلسية سواء البطولة العربية أو البطولة الدوري الدوري والكاس أو بطولة الكاس في ظل منافسة قوية كان بقى لحضراتكم يعني الوضع دلوقتي كل الأندية اللي أنت عرضها أصبحت بتنافس يعني كان يعني في العشرين سنة الأخيرة كانت منافسة وتنحصر دائما بين نادي الأهل والنادي الزنالك ولكن خلاص في السنين الأخيرة اللي أنت كلها بتدعم مختلف لعبين وفي حقود اعتراف واجهزة فنية واستعانى عيبة محترفة من الخارج فالي أنا عايز أقوله أن استمرار النادي الآلي بالفوز بالبطولات والاحتفاظ سواء بالدوري أو بالكاس للسنة الثالثة على التوالي ده بيدي انطباعات جيدة ولكن عايز أقول أن خسارة مباراة مباراة وممكن تكون تاكتيكية من الجهاز الفني صحيح لما يكون الفريق خلاص حسن بطولة الدوري وباقي خمس أيام على مباراة السنة فاينال بتاعت الكاس احنا وضحنا فنيا ففينا كتب جدا يعني طول أن المباراة دي يمكن أول مباراة يخسرها هذا الفريق خلال مثلا سنتين تلي تلي فريق يعني السويشال ميديا ما بعده إنجاز يعني وما كده الدوري للمرة الكامة كابتن الـ 24 الـ 24 بسم الله ماشاء الله يعني محتاجة أن نحن نخطب موسوعة الأرقام فعلا لو في حد تتم بهذا الموضوع لازم الندي خطب بالمسؤولين بتوع موسوعة الأرقام القياسية بالإضافة 18 مرة على التوالي كاس مصر أيضا لهذا الفريق وفي السنين الأخيرة يعني احتفاظه بطولة أفريقي أيضا والبطولات العربية يعني جميع البطولات اللي بيخشها الفريق الحمد لله يستطيع حتمها علشان يتم احتياره المجلس الأعلى اللي برادة في أفريقيا يختاره فريق 2019 تقريبا بالضبط أحسن فريق جماعي مش اللي احنا بنطلقه على بعض أحسن فريق جماعي في 2019 في القرى كابت الرعوف يعني موفق دايما وألف ألف وطمئتنا على المستقبل بإذن الله في قطاع نشاط الرياضي موسم زهبي شكرا لك شكرا جزيلا لكابت الرعوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي للنادي وأعتقد شفته هذا الحصاد الرائع ده الدرع العام في السلة رجال وسيدات ده مهم جدا الدرع العام اللي شامل كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي بالإضافة إلى احتكار كل بطولات الطائرة وكان المهم مش المستوى الفريق الأول بس فرق الناشئين والناشئات في الكرة الطائرة فازر بالبطولات اللي شاركوا فيها غالبا وده يشيب مستقبل جيد يحافظ به الأهلي على مستقبل اللعبة إن شاء الله